السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومرحبا بكم. اليوم جيت نهدر على القناوات اللي كي هدروا على صحابات روتيني اليوم. بصراحة منش حالونا كنت ردد انني نهدر في هاد الامر. لكن الغري في الموضوع هو ان الناس اللي عايكي ينتاقدوا صحابات روتيني اليوم. علاق بالصور اللي كي ديروا او الفيديوهات اللي كي ديروا. وهما في نفس الوقت مني كي يبغيوا يهدروا على شي وحدا كي يجيبوا نفس الصور اللي هما انتاقدوها. وكي ديروها في المقدمة دي الفيديوهات ديالهم. انا غالبا ما كندخلش نشوف ديك اللي فيديو. اه بالنسبة القناوات ديها روتيني اليوم. همتى غنت تعرفان على هاد المشكلة تقريبا قبل شهر رمضان بعدات شهور. اللي كان وقع واحد المشكل وكانت واحد اه ضجع لسحابة قناة اه روتيني اليوم. لهذا انا دخلت شفت بعض الردود الافعال لكن ما عجبتنيش. بصراحة كنت كل مرة كنبغي نهدر ندير شي فيديو وكنت راجع. لكن مؤخرا خاصا قبل شهر رمضان او في شهر رمضان اللي كان وقع واحد الهجوم من واحد الشخص اللي قع عرفنا وهذا اللي تهجم على بالنسبة لنساء المغربيات وكذلك الفتيات المغربيات ما عجبناش الحال. ننتقدوه جميع الناس وهضروا عليه وهكا لكن من بعد شهر رمضان كانت تفاجئو كان عودو نرجعو نفس الموضوع تاني. وكان بعض الاخوات خاصة واحد الاخت اللي قالت انا اه بالنسبة لي اه هدوك الفيديوهات بالنسبة لي احادي اللي بغا يتفرج فيهم يتفرج فيهم بغاش يتفرج فيهم لكن هذا مش هو الموضوع ديالنا. الموضوع ديالنا اليوم هما كيف قلت لكم الناس اللي كي هضروا على هاد القناوات هادو كتنتاقدوهم منين انتو ما كتنتاقدوهم كتقولوا هدوك الصور اللي كيديرو كي يشوه بالصمعة ديالنا. علش انتو ما كتعودوا منين تكتبغوا تنتاقدوهم مرة تانية. تقولوا هدوك الفيديوهات او هدوك الصور اللي كيكونوا في الفيديو عندهم كيشوه بالصمعة ديال المغرب. انتو ما منين كتبغوا تنتاقدوهم كتعودوا نشروا نفس الفيديوهات اللي كان هما دايرين نفس الصور. يعني هنا كينو حتى نقود كبير. مدام انت ما بوتيش الصمعة او انت ما بوتيش الصمعة ديال المغرب توسخ بهال طريقة ما تنشروش الصور اللي كينشروهما ايا. حتينا بويتو تنتاقدوهم اه تجنبو انكم تديرو ذوك الصور او تديرو ذوك اللقطات ديال الفيديوهات لانتو ما انتاقتوهم عليهم. لان مجرد ما انتو ما كديرو هادوك الصور لي هما اسبق لهم ودايرينهم راز انتو ما كتشجعوا على النشر ديالهم. راز انتو ما كديرو لهم اشهر. راز انتو ما كتنشرو ذوك الصور عبر القانوات الاخرى او عبر اليوتيوب او عبر العالم كامل. اه فلهذا انا كن نقول ته بسبب الاخواني اللي بويتو تنتاقدو شي حاجة متعودوش تديرو نفس الصور تديروهم. لانا مي كن عودو ننشرو هاد الصور هاده هاده في حد ذاته تهور اما شيء غير اخلاقي. فلهذا انا درت هاد الفيديو اليوما باش نقول تلك الاخوان اللي كينتاقدو وكينشرو الصور اه نعم الشيطان وكونو حشمو واحد شوية الله يجازيكم بخير. عاكين واحد نقطة في القانون كتقول لي نشر شي صورة ما خصاش تنشر كيتعاقب وكذلك لي كيعيد النشر ديال ديك الصورة حتى هو كيكون عندو عقاب.